اشتركوا في القناة ومنهم من علّله وصحّعه الألباني لماذا؟ لأن الحديث في آخره طبعاً هو ومشى ولم يركب ودنى من الإمام فاستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة عمل سنة أجل صيامها وقيامها فهناك من حسّنه كالنووي وصحّعه كالألباني والقفير قال له إسناد على شرط مسلم ومنهم من علّله طيب بكر راح في أول وقت ابتكر أدرك أول الخطبة ورجّعه العراقي في شرح التلميذي وقيل بكر ابتكر تأكيد وبه جزم بن العربي قال ابن الأثير بكر أتى الصلاة في أول وقتها وكل من أسرع إلى شيء فقد بكر إليه وأما ابتكر فمعناه أدرك أول الخطبة وأول كل شيء باكورته وابتكر الرجل إذا أكل باكورة الفواكه وقيل معنى اللفظين واحد فعل وافتعل يعني في التبكير وإنما كرر المبالغة والتوكيد كما قال جاد مجد يعني للمبالغة والتوكيد طيب ومن الأحاديث الصحيحة الدال على فضل التبكير قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول فإذا جلس الإمام طاو الصعفة وجاءوا يستمعون الذكرى ومثل مهجر كمثل الذي يهدي البدنة ثم كالذي يهدي بقرة ثم كالذي يهدي الكبش ثم كالذي يهدي الدجاجة ثم كالذي يهدي البيضة رواه البخاري ومسلم واللفظ له وجاء عن أبي هريرة النبي عليه الصلاة والسلام قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة والمراد به تعميم بدنه بالغسل كما يعم بغسل الجنابة وهذا الرد على سؤال هل غسل الجمعة مثل غسل الجنابة وقيل المراد به غسل الجنابة حقيقة وأنه يستحب لمن له زوجة أن يطأها يوم الجمعة ثم يغتسل لأجل الحديث هذا ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرة الملائكة يستمعون الذكرى رواه البخاري